بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل الدرس الثالث في وحدة التكاثر الخلق. الدرسين اللي فاتوا وصلنا لحد دورة الخلية وعرفنا ان الخلية بتتكون من دورة الخلية بتتكون من ثلاث مراحل اول المرحلة اللي هي اقطور البيني. تاني مرحلة الانقسام المتساوي. ونفتكر ان الانقسام المتساوي بيتم في الخلايا الجسمية او الجسدية. عشان بعد كده هناخد نوع تاني من الانقسامات بيتم في الخلايا الجنسية. رقم ثلاثة الانقسام سايتو بلازمي. والانقسام المتساوي بيتم في انقسام النواه اما الانقسام السايتو بلازمي بيتم في انقسام السايتو بلازم. الطور البيني طبعا كان بيتكون من ثلاث مراحل. والانقسام المتساوي كان بيتم من خلال أربع مراحل الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي والطور النهائي وأخذنا بالتفصيل كل طور بيتم فيه النهاردة هناخد بقى إيه اللي بينظم دورة الخلية دي يعني إيه اللي بيخلي الخلية دي تمشي في السايكل بتاعتها بطريقة منتظمة ليه مثلا مش بنبدأ بالطور البيني وبعدين نخش على انقسام السايتو بلازمي وبعدين نرجع تاني للانقسام المتساوي ليه لازم نمشي بالترتيب ده وهل بيتم الترتيب ده لوحده ولا فيه حاجة بتنظمه هناخد النهاردة هنعرف النهاردة أن فيه عندنا حاجة اسمها بروتينات سايكلين زائد إنزيم السايكلين كاينيز إيه البروتين والإنزيم دول؟ البروتين والإنزيم دول هم اللي بيدوا الإشارة عشان يبدأوا إلى أنشطة المختلفة اللي بتبدأ في دورة الخلية يعني ارتباط الاتنين دول مع بعض بيدوا إشارة انطلاق للمراحل المختلفة لدورة الخلية يبدأوا مثلا المرحلة G1 يخلصوها وبعدين يدخلوا على مرحلة S وبعدين يخلصوها وبعدين يدخل على G2 وهكذا يعني بيدوا إشارة انطلاق لبدء الخلية وبيدوا كمان إشارة إشارة انتهاء لدورة الخلية فيبقى بروتينات سايكلين وإنزيم سايكلين كاينيز هم اللي بيحافظوا على نظام دورة الخلية طيب هل يعني دورة الخلية بتتم بطريقة صحيحة كده لوحدها يعني دايما بيتم في المرحلة G1 تضعف الخلية في المرحلة S تضعف DNA وهكذا في كل المراحل يعني كل مرحلة بتقوم بوظفتها بشكل دقيق لواحدها ولا في حاجة ممكن تنظم لها وظيفتها دي يعني في حاجة ممكن تراجع وراها آآ في عندنا حاجة اسمها نقاط نقطة الفحص آآ نقاط آآ نظام نقاط الفحص نظام نقطة الفحص ده هو اللي بيعامل كده شبه المفتش أو آآ الشخص اللي بيمر على الدورة دي أو مراحل الدورة دي وهو اللي بيتأكد إذا كانت قامت المرحلة دي قامت بوظفتها بشكل كامل ولا آآ في حاجة نقصة ولا لسه معمدش بوظفتها فبيتالي بيديها إشارة أن هي آآ تقوم بوظفتها بشكل آآ كامل وبشكل صحيح طيب عندنا حاجة اسمها نظام نقطة الفحص هي دي آآ اللي بتتم آآ بتتم آآ من خلالها مراجعة آآ مراحل الخلية آآ مراحل دورة الخلية و آآ تشوف لو فيه مشكلة معينة أو فيه خطأ معين بتبدأ آآ تصنعه آآ طيب هل دايما نظام نقطة الفحص ده آآ أو نقاط الفحص دي دايما بتقوم بوظفتها بشكل كامل يعني عمر ما فيه خلل بيحصل في الخلية أكيد لا لو ما كانش فيه خلل بيحصل في الخلية ما كانش فيه حد آآ يعني آآ بقى عنده مشاكل آآ صحية وهكذا فيبقى نظام نقطة الفحص ده نفسه ساعات بيحصل له خلل أو ساعات بيفشل فما بيقدرش يحدد الخلل اللي حصل في دورة الخلية يعني طول ما الخلية ماشية هو عمال يرجع عليها هل مرحلة الجي وان خلصت آآ مهمتها ولا لا لو خلصتها هيديها آآ اشارة ان هي تخش في المرحلة أس وهكذا آآ آآ ولكن آآ ساعات هو كمان نظام نقطة الفحص ده بيحصل له خلل نظام نقطة الفحص هو في الرسمة دي اللي هو آآ شبه اشارة المرور ده آآ فلما يحصل له خلل آآ آآ بيتم الخلية بقى بيتم آآ آآ نموها وانقسمها بشكل غير متحكم فيه يعني هو بيحافظ على آآ آآ نمو الخلية بشكل طبيعي بتفضل هي ماشية بالشكل الطبيعي ده طيب آآ آآ فجأة هو نظام أصلا نقطة الفحص ده فشل ما أمشي بوظيفته بشكل تام فإن اللي بيحصل بيبدأ الخلاية تم وتنقسم بشكل غير متحكم فيه بالطريقة دي بشكل غير منتظم وغير متحكم فيه فتكون لي حاجة اسمها خلايا سرطانية يبقى الخلايا السرطانية دي هي نتجت عن طريق أو آآ بسبب إن نظام نقطة الفحص أو نقاط الفحص ده فشل آآ فبسبب إن الخلايا تنمو وتنقسم بشكل غير متحكم فيه طيب يبقى هو السرطان عبارة عن نمو ومنقسان في الخلايا لا يمكن التحكم فيه آآ هو يعني يعني يعد بقى خلل في نظام دورة الخلية يعني دورة الخلية خلاص بيحصل فيها خلل هنا آآ خلل في أي مرحلة من المراحل بدعتها ممكن آآ آآ السرطان آآ يجي من أسباب تانية زي العوامل أو المواد آآ اسمها مواد مسرطنة يعني ممكن بسبب إن هو آآ فشل في آآ نقاط الفحص ممكن كمان بسبب إن الشخص ده آآ 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 ممكن ينتج بسبب فشل في نظام نقطة الفحص وممكن ينتج بسبب المواد المسارطنة التعرض لمواد مسارطنة. الانسان في حياته عموما بيتعرض لمواد مسارطنة يعني هو ما يقدرش يتفادها. يعني فيه مواد ينفع هو يبعد عنها ويتفادى للمواد دي عشان لا قدر الله ما يجيلوش سرطان. وممكن الشخص ده يتعرض لمواد يعني ما يقدرش يتفادها في يوم. زي الأشعة الفقبة نفسجية اللي بتيجي من الشمس احنا لازم في كل يوم في حياتنا لازم نتعرض للشمس أصلا فالمفروض الطبيعي أو الصحيح اللي احنا نتعرض للشمس يعني تقريبا كده قبل ساعة عشرة وبعد ساعة أربعة يعني في وقت العصر كده ده الوقت اللي الشمس بتكون مفيدة وفيها هتمدنا في فيتامين دي طيب في الوقت اللي ما بينهم يعني ما بين عشرة كده ووقت الظهر ده الأشعة الفقبة نفسجية بتكون كتيرة او مركزة جاية من الشمس فاحنا المفروض ما نتعرضش ليها بشكل كبير طيب احنا مضطرين اللي احنا ننزل او نتعامل في الفترة دي فاحنا ممكن نحط واقي شمس يعني للمناطق اللي ظهرة من جسمنا سواء الوش او الايد فنحط واقي شمس تاني سبب من أسباب او من الحاجات اللي احنا ممكن نتعرض لها اه اه يعني بشكل اه احنا ما نقدرش يعني نبعد عنه او كده هي الاشعة اكس ممكن حد مسلا يكون عايز يعمل فحص على العزام بتاعته عزام مكسورة فالدكتور يطلب منه اللي هو يعمل اشعة اكس فاشعة اكس دي نفسها بتطلق مواد مصرطنة اه فلو شخص اتعرض لها بشكل كتير اه لا قدر الله ممكن يصاب بالسرطان ممكن خلايا من خلايا يصاب بالسرطان اه فعشان يتفاد اشعة اكس ممكن اه يرتدي اه معطف كده معالج بالرصاص عشان يقيم من اشعة اكس كمان من المواد المصرطنة اللي احنا منتعرض اه ليها في يومنا التدخين او التابق اه الشخص المدخن على زي ما خدنا الفصل اللي على فترات بقى بعيدة ممكن اه او معرض بنسبة كبيرة جدا ان هو يصاب بسرطان اه طيب لو شخص مش بيدخن بس بيقعد دايما في اماكن فيها ناس بالدخن اه الشخص ده كمان بيدخن اسمه تدخين سلبي مع ان هو مش بيدخن بس اسمه بيدخن تدخين سلبي اه وبرضه بيكون معرض للاصابة بالسرطان فا فا تدخينه عموما مش كويس للشخص زائد ان الشخص ده نفسه لو مش بيدخن فيحاول يتجنب الاماكن اللي الناس بتدخن فيها. ام اوكي نيجي اه لموضوع تاني وهو موت الخلايا. احنا ادينا مسلا ادينا لما تيجي تنمو. فيها فراغات ادينا فيها اه فراغات بين الصوابع بتاعتنا. الفراغات دي كان فيها اصلا خلايا. فالخلايا دي بعد فترة اه اتعرضت للموت. فالخلايا اللي بين الصوابع اه او اصابع ادينا واقدمنا دي تعرضت للموت. فبالتالي ما بقاش فيه اه نسيج اصلا ما بين الاصابع بتاعتنا. جسمنا ما بقاش على شكل شبكي كده. اه في الخلايا النباتات. فيه النباتات اه الخلايا بتاعتها بتموت موت موضعي اه في مسلا خلايا الفصل الربيع. هو ده اللي بيتسبب في سقوط الاوراق ده كمان اه شكل من اشكال موت الخلايا. اه ام. فيه كمان الخلايا اللي هي تعرضت ل. اه لضرر كبير. ما ما ينفعش يتصلح. الدرر ده آه يعني ما ينفعش يتصلح في شكل كبير. فده كمان ممكن الخلية دي تتعرض للموت. وده ممكن يحمل انسان من اه التعرض بقى وتكون خلايا سرطانية يعني اصلا ممكن الشخص ده يكون اه اتكون خلايا سرطانية فيه ولكن الخلايا دي بعد فترة اه ماتت فبالتالي الشخص ده اه اه يعني بقى عنده حماية او ما بقاش عنده اه ما تكونش عنده خلايا سرطانية. اه ده كده درس النهاردة اه احنا هنوقف لحد هنا عشان يكون درس خفيف اه والفيديو ما يطولش وان شاء الله الدرس الجاي هناخد الخلايا الجزعية. اتمنى يكون استفده من الدرس ويكون اه اه شرحه بسيط عليه.